شفنا مباراة كبيرة مباراة غانا والكاميرون المباراة يعني كانت مباراة ما بين يعني منتخبين تسع ألقاب في الملعب كانوا بيلعبوا النهاردة شفنا قوة جثمانية شفنا أعلى تاكتك حصل النهاردة في البطولة النهاردة كان أعلى تاكتك في البطولة كان مباراة غانا والمغرب وشفنا سيدورف غير طريقة اللعب لعب بـ 3-4-3 عشان يواجه أندريا أيو عشان يواجه واتسو عشان أتسو ويعني كان النهاردة فيه فكر في الملعب كبير جدا أعتقد لحد الآن أعتقد أفضل مباراة احنا شفناها شفنا تفاصيل مهمة جدا ومفيدة جدا أعتقد شفنا حتى تبديلات كتير خلال المباراة طرق اللعب مختلفة مش بس غانة لا كاميرون برضو شفنا لعب كرة على الأرض بشكل جيد جدا وشفناش أخطاء كتير احنا بنتكلم فيه بعض الأخطاء الدفاعية لكن النهاردة شفنا المدافعي كانوا عفين بشكل جيد جدا خاصة ان كاميرون غلطوا في نص الملعب كرة أو اتنين فقط لكن المنتخب الكاميرون يلفت النظر بشكل كبير جدا فيه حاجة دايما بتلفت نظرها بشكل خاص وفجأتني بنسبة كبيرة خاصة الوينجات لما كرة تروح على جنب من الأجناب وينج من الوينجات ان الباك اللي ناحيته بيروح فالوينج يقطع لجوه لكن سيدروف بعملها قبل كده ان هو بيدي المساحة كلها بيقطع الوينج لجوه فبيدي المساحة كلها للباك اليمين ان هو معين غير طريقة اللعب من 3-4-3 هو كان بيلعب بـ 4-2-3-1 طبعا طبعا وغيرها طبعا النهاردة اعتقد نوع لعب بيها بشكل جيد جدا النهاردة كانت مباراة اكتر من رائعة بصراحة نقطة فاصلة خروج أتسو كريستيان أتسو لما خرجت حس ان يعني الدنيا هيدت شوية كان في الالتحامات قوي التزديدات قوي خروجه النهاردة اراح الكاميرون بعض الشيء اعتقد طبعا هو بعد ما يحس بالقلم المدرب خرجه على طول منتخب غانا حتى هيدت ناحية اليمين بتاعته هيدت بشكل كبير جدا لكن غانا بقيت العيبة حتى استمرت في المباراة لأ عندهم مهارات عالية جدا وقدوا بشكل اكتر من رائع يمكن انا اتكلمت وقلت ان بعد مباراة او اتنين هنبتدي نشوف خلفية انا قلت الكلام ده في بداية البطولة لان احنا في شهر ستة وانتهاء موسم والطبيعي ان الفرق دي كلها واللعيبة دي في الوقت الراحة بتاعت فابتدت الاصابات تزيد في الفترة تقارفين انها لحظة صعبة في دوافع طبعا بتحاول تخلي اللعيبة تقدمها افضل ما عندها على الرغم من الارهاك اللي عندهم طبعا انها لحظة صعبة جدا بالنسبة لعيبة اللعيبة كلها بينهو الموسم بتاعهم موسم طويل مرهج جدا في لعيبة كتير اخدت اجهازاتها وبعد كده ملحقش اخد الاجهازة ورجعت فاعتقد ان هي كاس مهمة وصعبة على الجميع لانهو احساس البلد دلوقتي انهو عايز يقدم افضل ما عنده لمنتخب بلده فبيحاول يقدم باحسن مجهود لكن طبعا عارفين انها بطولة صعبة تمام اخيرا غانا